السلام عليكم ورحمة الله اتمنىكم تكونوا بخير وعلا خير مرحبا بكم معي في القناة شي سارة فيديو اليوم ان شاء الله سيكون طريقة تحضر السفنش في حلد السنقة ولكن ستعملوا عمتي ان شاء الله كنت نزلتوا في انستغرام بسبب نسقلوا اللي اعطينا الطريقة والوصفة اليوم ان شاء الله سنبرتجها معكم اللي جديدة معي في القناة تعجبوا الوصفات مرحبا والف مرحبا لا تنسى ان اقوموا وضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وانتوما لا تنسوا ان تخليوا لي تعليق وجم نبدو بالمقادر والطريقة ان شاء الله بالنسبة للمقادر هنا ستستعمل كيلو ضد طحن ونستعمل هنا الماء سخون انا سنقول لكم في الفيديو كيف حال تدخل لنا كن اكد عليها يكون سخون حتى شعرنا الخميرة الخبز بالنسبة ل الخميرة الخبز نستعمل 35 لقرام و ميك و نصف صيف عمله غير 20 لقرام وتستعمل حتى اخر الخميرة حبوب بالنسبة للملحة نستعمل جد معلقة صغر دوزون طريقة بسم الله هنا عمتي عملت هجوج المعلقة صغرين للملحة و غادي تزيد الخميرة كيف ما قلت لكم احنا عبرناها بالميزة 35 لقرام غادي تعمل الماء يكون دافي بشك بشك تفاعل خميرة و كنت نسيت معطيت لكم شي معلقة صغيرة السكر كيف ما شتوا معايا عضفناها بشك تساعد ذك العجين يخمر ضغية و كيتحمروا ذكس في المقلة ما كيتعطلو شي هاتا كوة دور السكر كيف ما قلت لكم معلقة صغيرة صافي هناك تضيف الطحن انتو ما غادي تشوفوا معايا القوام ديالو كيكون خفيف من اللول كي طلع خفيف انا مكنت كدعجنو كان بلي خفيف بززاف و كتلا ما غاديش يتشكل قتلي منكي خمر ويرتاح كيتشكل و قتلي باش يجي لكم زي و هكذا كو منفوش من داخل خصو ضروري يجي خفيف شوفوا معايا و هي كدعجن يعني انتو ما قد تشوفوا القاوم ديالو خفيف ما شي تتقل و كدعجنو و هي كدعجنو و هي كدعجنو شوفوا طريقة ديالو عجين كيف يشنية كدعجن فيه واحدة لسة دقايق او لربعة دقايق احتى كدعجنو هكذا و هي كدعجنو قاوم ديالو خفيفة شوفوا القاوم ديالو كيف يكون الماء اضع 500 غ الماء الماء ثم اضع 3 دقائق اضع زيت اضع العجين اضع الحواشي اضع 1 ساعة حتى اضع الحجم اضع 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 نضيف العجين و نزله في البانيو يمكن أن تكون مضحة في الفيديو نضيف العجين و نضيف العجين نضيف العجين و نضيف العجين نضيف العجين سوف تحلو العجين كامل حتى تكملوا الكمية سوف يكون مقطع كويرة و سوف يجي لكم سهل في الخدمة سوف نستمر نكمل هذا العجين سوف نستعمل المقلة الرغايف سوف نستعمل المقلة الثانية سوف نستعمل المقلة الثانية سوف نستعمل المقلة سوف نستعمل المقلة حتى يسخن الثانية سوف يسخن الثانية سوف نستعمل الثانية سوف نستعمل المقلة سوف نستعمل الثانية قليلا للعجين شوفوا الطريقة معايا كدعم واحد تقوب في الوسط يعني بجدة 70 ديالة كدد مهنة ومهنة وكد قد دوار ثم تشوفوا وخاك تكون اندك تقوب كبير في المقلاك التجمع شوفوا الطريقة طريقة سهلة كيفما تشوفوا معها تمنى ان شاء الله تكون مضحة في الفيديو انا غادي سوف نعود معاكم واحدة اخرى باش المبتدئات يشوفوا مزيان كيفاش طريقة ديالو باش ان شاء الله من دعم له ينجح معاكم سافي دبع عمتي غادي تستمر تكمل هاد حتى ادعم مر هاد المقلاة كاملة وغادي تشوفوا كتضاع في الحجم ديالو يعني كتنفخ انتم غادي تشوفوا معايا دبع في الفيديو كيفاش كيفاش طريقة تنفخ حتى تنفخ على هاد شكل هذا عاد غادي نقلبه المقلاة اخرى اللي في هزيت غارق كدهزهم دك المقلاة درغايف كيفما كان منزل فيها غادي نزله في هاد المقلاة اللي في هزيت بزيف انتم ما كتشوفوا كيزيد الدعاء في الحجم ديالو كيزيد تنفخ نفس الطريقة اللي كعمل السفنجي بره يعني السفنجي اللي كتبع بره كيكون عنده المقلاة كبيرة كيكون مندردبة شوية يعني معالية محتاجة كي نزل السفنجي في الأول في المطع اللي مفاشي الزيت بزيف حتى تنفخ الحجم ديالو او كيها بطابدك الحديدة يمكننا عملها في المقلة كبيرة ونفجرون بجمه يسرعون المقلة يستمعون بالفرن ويسرعون المقلة في المقلة يكفي الحجم يستمعون بالفرن قمت بجمه يستمعون من قطرها أحسن من تقطرهم في شبكة حديدة لا يوجد ميكرو ندا أو شوية لكن نرى فيها الحام والسردين نزلهم عليها بشي قطاره من الأحسن لم يظهرنا شي كينا الحديدة ولكن لم يظهر شي دك الساعة من نفس الطريقة ستتقطره بنفس الطريقة ستكمل ستقوم بعمله في المقلة نضع الفضير بالزيت ستقطر المقلة في المقلة المقلية مقله مرز مع ضعف الفضير والتنقى تحمر من المقلية نضيف الزيت ليس بإضافة لنقوم بكثير وذلك سنقوم بإضافة سوف تفتح معكم تشوفوا كيف يأتي من داخل صراحة يأتي خفيف ومهوي من داخل ما يأتي شي معجن انتم ما كدت شوفوا شوفوا ما شاء الله وباقي سوف نوري لكم إن شاء الله في نهاية الفيديو سوف يستحق تجربة وسهل ونجح مية في المية شوفوا معي الزيت سوف نوري لكم هذا الزيت اللي شطنا يعني ما شرب شي الزيت انتم قد شوفوا وهذا هو الشكل دياله النهائي خرجنا دبرنا على مجبرنا شي العصفة دبرنا على شي ضرب ربيح وضفرته عمتي باش نعملوا طريقة تسفنج كاملة شوفوا الشكل دياله النهائي صراحة غزال مع الكويج ذاتي يا سلام الله يسلم يداء كانت عملاته جابتن عن ننطر اعجبني وكنت نسلتو في انستغرام وبسفت اللي بناس قالوا لي عملنا الفيديو في اليوتيوب وقلت سنبرتاجيها معاكم كانت مني انشاء الله يكون عجبكم لا فيديو بارتاجيها تتماما مع أصحابكم وحبابكم باش لما كيعرف شي طريقة دهد السفنج بحل الزنقة يعمله شكرا 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 شكرا